اشتركوا في القناة اتحقق من جودة العزل في الجدران والسقف والأرضية لضمان فعاليتها في فصل الشتاء وتأكد من فحص وتنظيف نظام تصريف المياه والتجمعات المائية اللي ممكن تسبب مشاكل كبيرة فتحات تصريف فعالة تضمن تصريف فعال للمياه استخدام مواد بناء مقاومة للماء سواء في الأساسيات أو الجدران واللي يقلل من فرص تصرب الماء داخل المنزل تأكد من استخدام مواد عالية الجودة للعزل المائي على سبيل المثال تقدر تستخدم العزل الحراري المائي البوليسترين في الجدران لتحسين قدرة المنزل على الاحتفاظ بالحرارة ومنع تصرب المياه وكمان المطاط المعزول مفيد لعزل الأسطح ومنع تصرب المياه من السطوح المعرضة للأمطار الاستفادة من مواد الأسمنت المضاف لمواد الهايدروفوبي له تأثير إيجابي في تقليل انتصاص المياه وزيادة فعالية العزل لا تنسى التحقق من الكفاءة والمواصفات الفنية للمواد المستخدمة لضمان تحقيق أقصى فعالية في العزل المائي تأكد من صيانة السقف بشكل دوري السقوف التالفة تعتبر مدخل للمياه وهي مشكلة يمكن تفاديها بالصيانة الدورية أخذ الوقت لضمان جودة البناء أمر مهم فلا تتردد في الاستحانة بمحترفين للتحقق من تنفيذ الأساسيات بشكل صحيح بتطبيق هذه النصائح البسيطة يمكنك تعزيز متانة منزلك وتجنب مشاكل الأمطار في فصل الشتاء ابدأ اليوم واستمتع بمنزل دافي وآمن تابعونا على موقع رودها أدفايس للمزيد من المعلومات والنصائح